من فرنسا من عاصمة الزبالة صراحة أنا أطلقت عليه هذا الكلام من حوالي سنة تقريبا لما كان في زبالة كثيرة عند برج باريس لكن اليوم لم تعد عاصمة الزبالة فقط والقذارة كما وصفت قناة فرنسا 24 سابقا قالت إن كانت فرنسا هي عاصمة القذارة والوساخة والتقرير موجود على فرنسا 24 القرون الوسطى هي بدون منازع العصر الذهبي للوساخة والقذارة في كبرى المدن الأوروبية كان الناس يقضون حاجاتهم في الشوارع ويرمون من النوافذ بالفضلات الصلبة والعضوية لكن النهاردة عاصمة الجرذان حقيقة فرنسا هي عاصمة الجرذان بكل المقاييس وهذا باعترافهم يعني أنا بس أعزك تضحك معايا وتسمع هذا الخبر رئيس مجلس العاصمة الفرنسية باريس يعلن لقد خسرنا الحرب ضد الجرذان فشلت كل الخطط للقضاء عليهم سأقوم بتشكيل لجنة الهدف الأساسي لها التعايش مع الجرذان والرضا بهذا الوضع القائم سبحان الله وحتى في هذا الخبر طبعا نشرته بFMTV في هذا الخبر يقول أطالب سكان العاصمة باريس بالتأقلم مع الجرذان يعني يا جماعة تأقلموا معهم وكل واحد هيكون نصيبه تقريبا اثنين أو ثلاثة كل واحد يتعايش مع هذه الجرذان طبعا يا جماعة هذا الكلام مشكلة خطيرة جدا في فرنسا منذ فترة يعني معروف يعني انت تخش على اليوتيوب وتكتب الجرذان فرنسا ستجد هذه مشكلة من زمان من زمان من زمان يعني حقيقة وضوع الجرذان منتشر في فرنسا بشكل كبير وانا طبعا مش هقولهم عن الحلول الحلول هم عارفينها على فكرة هم عارفين ايه هي الحلول بس هم بيستعبطوا أو بيستهبلوا جماعة مفيش في فرنسا اططة تمشي في الشارع كل الاططة في البيوت محبوسين ممنوعين من الخروج مفيش حاجة اسمها قطة طليقة هكذا ولذلك الجرذان تسرح وتمرح وهذا يحدث ايه خلل في خلل موجود في البيئة التوازن البيئي انه كل حيوان وكل حشرة زي ما قلت كل لفولة وليها كيال هتلاقي كده الكلاب بتاكل بعض الاشياء اللي هي مثلا ضارة هتلاقي الاططة بتتعامل مع الفقران هتلاقي الفقران هي نفسها بتاكل حاجات تانية هو ده التوازن هم عملوا ايه خلوا القطة في البيوت ولبسوهم البامبرز ولبسوهم الحفاظات والحاجات الحلوة ومنعوهم طبعا هناك ممنوع ان انت تشوف قطة في الشوارع وخلوا الجرذان تسرح وتمرح اشياء يعني في عوامل كثيرة حتى لا يقول احد انه المشكلة فقط في اطلاق القطة عليهم لكن لو حطوا لهم بس القطة يطلقوا بس القطة في الشوارع الجرذان مش هتلاقوها اصلا في الشوارع ولا دلوقتي خلاص لازم نتعايش معاهم وانت قاعد كده تلاقي جرذ تقول خلاص اهلا بي كمعلم حبيبنا وهكذا وهذه الاخبار في الحقيقة تكشف لكم ان هذه المجتمعات هذه المجتمعات الغربية وصلت الى حد من الانحدار يعني ليس له حدود طبعا احد يقول لي عمي الجرذان يعمي ده ناس والله يا جماعة عندهم مشاكل كثيرة جدا ومركزين فقط على المسلمين فرنسا مركزين على عباية المرأة المسلمة على قميص الشاب المسلم على الحجاب هو ده اللي مركزين عليه عندهم مشاكل كثيرة جدا هذه مشكلة تؤرق المجتمع الفرنسي منذ فترة طويلة موضوع الجرذان هذه يعني شيء مخيف صراحة وعلى فكرة الجرذان اللي في فرنسا مش حاجات كده مش فرنسا غيارة كده وحاجات لا جماعة ده 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 أحجام كبيرة جدا يعني حاجة مؤرفة وللأسف الشديد أنا حتى كنت شفت مطعم واحد بيوثق يعني في الشوارع المطاعم اللي هي المطابخ بتاعة المطاعم مليانة المكان اللي بيطبخ الخبز في فرنسا مليان جرذان كل مكان فيه جرذان فازاي هتتعيش معاهم ده شيء مؤرف القضية ليست في الشوارع فقط في كل مكان تجد هذه الجرذان وبالليلة الناس اللي بتقفل المحلات والكلام ده كله هم بيخشوا وبيستمتعوا بيأكلوا وبيشربوا أحلى أكل فشيء مؤرف يتعلق بالأكل والشرب والشارع والسياحة وكل شيء تبقى ماشي في الشارع تلاقي جرذ تحت يعني نط عليك ولا ركب على رجليك ولا كذا والله شيء مؤرف لكن سبحان الله هذه هي فرنسا وهذه هي الحياة في فرنسا وهذه هي الحلول الفرنسية هم أنت مش مطلوب أن تقضي عليهم على فكرة يا جماعة ليس مطلوبا أن تقضي على الجرذان ممكن تحجمهم ممكن تخلي مثلا يخليهم يختبئوا أطلقوا القطط في الشوارع يخليهم يستمتعوا بحياتهم بدل ما بتخصوهم وبتحرموهم من حقوقهم فيين حقوق القطط عندكم في فرنسا في فرنسا عيادات الإخصاء منتشرة بشكل كبير كل واحد عنده قط في البيت عنده عشان القط عنده مشكلة نفسية بسبب أنه عاوز يعني يمارس حياة الطبيعية مع الأنثى لا بيروح يخصوه وعمليات الإخصاء بالملايين مش أقول لكم بالألاف بالملايين في دول أوروبا كارثة من الكوارث وإن لله وإن إليه يراجعون ترجمة نانسي قنقر